البرنامال العربي يدين استمرار المنشيات الحوثي في ارهابها ضد الشعب اليمني تقارير صحفيات تكشف كذب مزاعم الحوثيين بانتاج مئات الاصناف من الادوية تقرير اممي يؤكد ان الموانئ الخاضعة لسيطرة المنشيات الحوثية تشهد زيادة في واردات النفط والغذاء اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الاخبارية من قناة الغد المشرك جدد البرلمان العربي موقفه الداعم لكافة المساعي العربية والدولية الهادفة الى ايجاد حل سياسي نهائي وشامل للازمة اليمنية جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القاها رئيس البرلمان العربي عدل العسومي حيث اكد العسومي ادانة البرلمان العربي وبشدة استمرار المنشيات الحوثي في انتهاكاتها وجرائمها التي تعرقل جهود تحقيق السلام ومواصلتها رفض جميع مساعي احلال السلام الشابل في اليمن كشف التقارير الصحفية عدم دقة ما تتناوله حكومة ميليشيات الحوثي غير المعترف بها بشأن انتاج اليمن حاليا اكثر من 1800 صنف من الادوية من دون توضيح اسماء بعض هذه المنتجات من دون تحديد ما اذا كانت هذه المنتجات تابعة لشركات القطاع الخاصة ام انها لشركات حكومية في خدم ادعاءاتهم حول انتاج اليمن لمئات الاصناف من الادوية وزعمهم بوجود عشرات من مصانع الادوية العاملة في مناطقهم كشف التقارير صحفية عن عدم دقة ما تعلنه ميليشيات الحوثي من خلال القيادية المدعو مهد المشاط حول انتاج اليمن لاصناف كبيرة من الدواء المشاط وفي خطاب اخر له حاول التسويق لانجازات جماعاته وحكومته بشكل بائس زعم فيه وعبر معلومات غير دقيقة انتاج حكومته الغير معترف فيها 1818 صنفا دوائيا دون ما اشار منه الى ان معظم هذه الاصناف هي من انتاج شركات القطاع الخاص وكشف تقرير صحفي عدم دقة معلومات المشاط الذي تناسى ان هذه الانجازات هي من انجازات القطاع الخاص ولا تمت لحكومته بصلة او تعاون المشاط تناسى كذلك انه وقبل خطابه باربعين عام كانت الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الادوية يدكو تزود الاسواق اليمنية والعربية في الادوية بنحو 81 صنفا من الدواء كما كانت نحو اربع شركات انتاج للقطاع الخاص تنتج نحو 850 صنفا دوائيا منهما شركتا سبا فارما وشفاكو وقد وصلت منتجاتهما الى اسواق اكثر من 20 دولة عربية وافريقية هذا وتشير بيانات الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الادوية يدكو الى تأسيس اول مصنع لها كشركة مساهمة وطنية عام 1979 وامتلاكها حينها ثلاثة مصانع وواحدا وثمانين منتجا دوائيا جميعها من القائمة الوطنية للادوية الاساسية في السياق نقلت مصادر مطلعة في صنعاء وزير الصحة العامة والسكان المدعوطها المتوكل مزاعمه بوجود نحو 1550 صنفا دوائيا قال انها مصنعة محليا في حين قال الاتحاد اليمني لمنتجي الادوية عام 2020 ان تسع شركات محلية خاصة بتصنيع الادوية تنتج ما يقارب 1200 صنف دوائي وهو ما اعتبره ناشطون وصحفيون ترويجا لانجازات غير واقعية واعلان عن مشاريع كاذبة تتبناها الميليشيات كانجاز بديل عن المرتبات نظمت الامانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي حفلا فنيا خطبيا احتفاءا بذكرى ثورة الرابع عشر من اكتوبر برعاية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عدروس قاسم الزبيدي احيات الامانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الذكرى الستين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة بحفل فني وخطبي اننا اليوم مع حلول هذه الذكرى ما احرقنا الى استنهاب تلك النظالات وشعبنا اليوم على وشك اثمان استقلاله الثاني اليوم ايضا هي الذكرى الثالث عشر لمجزة منصة رفاة وسط حضور جماهيري مهيب تخلل الحفل تكريم عدد من مناظلات ثورة اكتوبر وفقرات فنية عبرت عن الفرحة والابتهاج بهذه المناسبة الخالدة وكلمات اكدت على حتمية مواجهة كافة السعاب لتحقيق ارادة انطلقت منذ ستين عام شكرا جزيلا للجنة التي ساهمت وقدمت قائمة المناظلات هذه المرأة التي احمل الان ان ترسي تكريمها السيدة الفقيدة لفيسة ياسين ميرا بحس ام الشهيد حيدر شمشير علي هذا اليوم ايضا وضمن فقرات الاحتفالية الخاصة بثورة اكتوبر فانه سيتم تكريم عدد من مناظلات ثورة اكتوبر تمجيدا لهؤلاء النساء التي صنعنا فقر التحرير عام في الثلاثين من نوفمبر 1967 وهو بمثابة اعادة الاعتبار لهؤلاء النسوة التي شاركنا اخينا الرجل كتفا بكتف ويدا بيد من اجل فناعة فقر الحرية والاستقلال الوطني هذا تكريم يعود نضالها مع خواتها المناظلات وهذا بفضل قيادة السياسية التي قدمها بالقيادة عدودها الزبيدي التي قدم لهم بالشوف القزير نيمتنا عني وعن أبراد أسرتي وعن القائمين على هذا الحر الاحتفاء بالذكرى الاكتوبرية جاءت تويجا لنضالات الثورة الأم في تحقيق إرادة وتطلعات الشعب عقب ملاح بطولية سطرت في سبيل نيل الهرية احتفالية جدد فيها المجلس الانتقالي الجنوبي العزم والمضي قدما للسير على نهج الشهداء لتحقيق أهداف الشعب الجنوبي في نيل استقلاله الثاني فاتل اسكندر لقناة الغد المشرق عدن أفدى تقرير أممي حديث بأن واردات الوقود والمواد الغدائية إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي شهدت زيادة خلال الأشهر الثمانية الماضية فيما تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية نهب الإرادات ورفضها دفع مرتبات المعلمين أفدى تقرير أممي حديث بأن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية شهدت زيادة بنحو 44% خلال ثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري وذكر برنامج الغداء العالمي في تحديث شهر سبتمبر لحالة الأمن الغدائي في اليمن بأن إجمالي الوقود الوارد عبر موانئ الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بلغ 1.6 مليون طن متري خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023 وبحسب التقرير الأممي فإن إمدادات الوقود منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس تمثل زيادة بنسبة 358% عن فترة الثمانية الأشهر الأولى من العام 2021 وهو ما يؤكد أهمية الهدنة الأممية في تحسين دخول الوقود وبشكل كبير عبر موانئ البحر الأحمر وحول حالة الأمن الغدائي في اليمن فإن موانئ الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة الخوثيين شهدت دخول مع مجموعه 2.7 مليون طن متري من المواد الغذائية خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023 ووفق التقرير فإن غالبية المواد الغذائية الواردة إلى موانئ الحوثيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير كانت من القمح ودقيق القمح حيث مثلت ما نسبته 62% من إجمالي الواردات وتمثل الواردات الغذائية عبر موانئ الحوثيين منذ مطلع الغام الجاري وحتى أغسطس زيادة بنسبة 3% عن نفس الفترة من الغام الماضي 2022 حضر مختصون بيئيون من مخاطر استحداث البليشيات الحوثية مكبات للنفايات قرب المناطق السكنية بدون مراعاة الأخطار الصحية والبيئية التي تترتب عليها تتعالى أصوات الشكاوى بسبب تركم المخلفات وأكوام النفايات في أحياء وشوارع متفرقة بصنعاء وسط تحذيرات من مخاطر صحية وبيئية واتهامات للميليشيات الحوثية بتعمد الإهمال وانشغال قادتها بتقاسم الجبايات وجمع التبرعات لعناصرها في الجبهات ورغم الأموال الضخمة التي تقوم الميليشيات الحوثية بجبايتها تباعا في صنعاء وغيرها إضافة إلى ما تتحصل عليه من دعم دولي من قبل المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية فإن صنعاء تكاد حاليا تغرق في النفايات والمخلفات خاصة في مواسم الأعياد إلى جانب طفح مياه الصرف الصحي المتكرر بحسب ما أفاد سكان المدينة وحمل السكان في صنعاء سلطات الإنقلاب تبعات المخاطر البيئية والصحية التي قد تصيبهم جراء استمرار تراكم النفايات في أحياء وشوارع صنعاء وعدم اتخاذ أي تدابير لإزالتها والتخلص منها وتقوم الميليشيات باختيار أماكن عشوائية لمكبات النفايات دون مراعاة المنازل وساكنيها حيث يشكل عديد من المواطنين من انتشار الروائح الكريهة بالإضافة إلى الحشرات والآفات وتأتي الروائح الكريهة التي تنتشر في محيط مكبات النفاية المستحدثة من السوائل المتسربة بسبب بقايا الطعام الرطبة التي تختلط مع النفايات العضوية المتكدسة والمتحللة وتتفاعل معها حيث تعد بقايا الطعام المكون الرئيسي للنفايات في صنعاء وبما نسبته 70% على الأقل طبقا لتقديرات وردت في دراسة أممية منذ تسع سنوات النشر مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير مدرسة للنزحين شرق تعز تضم كادرا تعليميا من المتطوعين أهلا بكم جديد يعمل كادر تعليمية من معلمين ومعلمات كمتطوعين في رحد المدارس الحكومية بمدينة تعز حرصا منهم على تعليم الطلاب إذ تحتوي المدرسة على قرابة 500 طالب وطالبة معظمهم من النازحين في إحدى المدارس الحكومية بمدينة تعز بشرقي المدينة توجد مدرسة الثلاية أو ما تعرف بمدرسة النازحين وفي المدرسة هناك امرأة كانت تعمل كمدرسة في إحدى المدارس الحكومية بمحافظة سعدة وعقب الحرب الحوثية هناك تقول المرأة بأنها تعرضت لمذايقات حوثية فإضطرت للنزوح وتعمل حاليا كمتطوعة بمدرسة النازحين بتعز كانت ساكن في محافظة سعدة بنزحت بسبب الحرب ومضايقة المنشيات الحوثية يعني كان درجة أني حتى النسوان اللي هناك سم منه زينبيات كان هناك زينبيات تقي للبيت تقول لي وين ناز راح زوجيك وين دخل وين خرج حتى أنه يمرح البقالة يعني إيش راح يسوي إيش راح يعني تقدرش تخرج البقالة بعد العيشات نهائيا إدركت أني خلاصة أنا صبت برعب على نفسي وعلى زوجي بمنطقة يعني بعيد عن أهلي اضطريت أنزح لي تختزل قصة هذه المرأة التي تعمل كمتطوعة بمدرسة الثلاية بتعز واقع التعليم باليمن خصوصا بتعز التي تعرضت معظم مدارسها للدمار بفعل الحرب الحوثية من جهة لا سيما في ظل قلة الدعم الحكومي المقدمي لقطاع التعليم وعدم الاهتمام به وبالبنية التعليمية طرينا أننا ندرس مدرسة مطوعة من غير أي مقابل لأن الطلاب يضيع الأطفال لحق أطفال الأيمن بالشكل عام ضائع المدرسة غير مهيئة للتدريس لأنه لا أبواب للفصول ولا كراسي ولا سبورات كمان الطبق ما في الشعر المدرسة يعني المدرسة بشكل عام يعني مرة والدهور تحتاج مدرسة الثلاية ومدارس حكومية أخرى بتعز لدعم مستمر لتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين على أمل أن تتخذ السلطات المحلية بالمحافظة بما فيها المنظمات إجراءات عجلة لتوفير بيئة تعليمية أكثر إنسجاما للطلاب النازحين خصوصا في المدارس الحكومية الواقعة بالقرب من خطوط التماس رمز مختار لقناة غدر المشرق تعز يترقب سكان الولايات المتحدة الأمريكية ظاهرة فلكية نادرة من نوعها تخص الكسوف الحلقي للشمس والتي يغطي القمر فيها الشمس لبضع دقائق ويظهر الأخير في مشهد كحلقة النار توفر الظاهرة فرصة علمية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا التي تعتزم درس التغيرات في درجات الحرارة والغلاف الجوي من كفب ونصحت الراغبين في مشاهدة الكسوف بوضع نظارات خاصة معتمدة تعتزم والد ديزني ابتتاح أول منطقة ترفيهية في العالم على طراز فيلم فروزنا في مدينة الملاهي هونغ كونغ ديزني لاند ريزورت وستكون المنطقة الترفيهية الجديدة بمثابة اختبار حقيقي لجهود هونغ كونغ الكبيرة لإنعاش اقتصاد أضرت به العزلة خلال فترة جائحة كورونا وأعلنت ديزني لاند في المدينة أن تذكرة اليوم الواحد خلال الأيام والمواسم لك الرواج سيبلغ سعرها 879 دولارا نهاية النشرة وهذا تذكير للعلوم المرلمان العربي يدين استمرار ميليشيات الحوثي في إرهابية ضد الشعب اليمني تقارير الصحفية تكشف كذب مزاعم الحوثيين بإنتاج مئات الأصناف من اللادوية وتقرير أممي يؤكد أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية تشهد زيادة في واردات النفط والغذاء اشتركوا في القناة